أهلا بكم إن شاء الله حاجة من الحاجات اللي نعملها النهاردة هيكون طبق السمك وهنعمل أسماك هنرد على الأسئلة اللي جات لنا كان هنادي من دبي سألت على الكشر اسكندراني فهنعمله إن شاء الله كطبق جانبي جنب السمك وكان فيه أكتر من سؤال على الشرب كابوريا أو الشربة إزاي ممكن نعمل كابوريا بالكريمة هنعمله بإذن الله مع بعض والكعك الفلسطيني نوها على الفيسبوك سألت عليه فهيكون حاجة من الحاجات اللي هنسويها سوا أما بالنسبة للأول حاجة نعملها اللي هي الشربة اللي هنعملها تكون شربة من الكابوريا الفكرة فيها إن أنا بجيب الكابوريا نفسها بكسرها وبنضفها يعني بخس الكابوريا الأول وبيبقى فيه من جوة زي أجزاء بتخلص منها وفيه الجزء اللي بيبقى فيه اللحمة وبيبقى فيه يعني الكابوريا بتبقى كده دوت الجزئين دول اللي هي القلاس بتاعتها او دول بيبقوا موجودين بنتخلص هنا من لما بيفتح الكابورية بنتخلص من الجزء اللي تحت دوت ده بنشيله ده بيبقى ميزز ونخلي العظم نفسه وبعد كده بنكسر الجناب ديت على اساس يطلع منها مرأة واللحمة نفسها بتبقى هنا ما بين الكابورية وما بين العظم نفسه بيبقى فيها اللحمة نفسها فانا هاخد الطعم ونكة ديت هي اللي هطبخ فيها وهحط هنا شوية من الزبدة بستعمل زبدة وبحمر فيهم الكابورية يعني بحط الزبدة هنا وبحمر فيهم قطع الكابورية نفسها هاخد الكابورية هنا قطع ديت وبحمرها فيها مباشرة على اساس ديت اللي انا عايزت اعمل منها مرأة ناخد القطع دي وبقلبها لونها يغير شوية والزبدة انا حطتها بالزيادة شوية لان عايز اعمل الشربة نفسها تبقى هي فيها النكهة والطعم وزي ما بقول التملي اللي هي البحريات او اللي هي بتبقى بيبقى فيها التمومتر بتاعها زي ما احنا شايفين اللون بتاعها ابتدى يغير فنحط معها شوية منكهات كرافس وبصل نحط دول مع بعض وشوية من الكرات الجزء الابض من الكرات الجزء الابض وحط معهم شوية تانين هنا من الزبدة هقلبهم اثناء ما احنا بنسويهم هنا هضيف عليهم شوية دي وناخد اتصال القلوم مع زي ما فدول بحمرهم شوية واثناء ما بيتحمرهم هنتبلهم بملح وفلفل وبحط معهم شوية دي دي دول هما اللي هعملولي الشربة هكت الديق هيتشرب كل المية الزيادة اللي نزلت معهم شوية هنا من الملح شوية من الفلفل وبقلبهم مرة كمان على اساس الدقيقة هيتشرب المية اللي نزلت من البصل وبنحط عليهم المرأة نحط هنا المرأة ممكن تكون مرأة فراخ ومحتاج ان انا اقسيبها لغاية لما تنطبخ وكل المكونات دي تتدخل مع بعضها بس بقلبها تقليبها تأكد ان كل الدقيقة داب فيها وبعدين ممكن نحط معاها قطع صغيرة من الجزر ممكن نحط معاها بصر ممكن نحط بطاطس متقطع صغير بكون ققطع البطاطس وحططها في مية بس بتخلص من المية وبنحط هنا البطاطس وبسيب دي تنو بغطيها هنا قوت وبسيب دي تلغاية لما تتسبك وبتوصل لمرحلة دي يعني دي بتبقى فيها الكريمة وفيها قطع الكابورية وفيها الخضار اللي هو بيبقى عبارة عن بطاطس عبارة عن كرفس ومعاهم شوية من كل الخضار اللي احنا حطينه وانت خيل لو احنا كنا عايزين نحط شوية من الجزر فيها كان ممكن نحط لو عايزين نحط شوية من البسلة كان ممكن نحط دوات فبخلي كل قطع الكابوريا هنا هوات ودهيت ممكن في الحالة دهيت نتأكد هجيب الطبق وناخد اتصال ألو ألو صباح الخير وانت بالصحة والسلامة تفضلي تفضلي سمعك ياهود قالو قالو تفضلي سمعك انت معنا على هوا تفضلي ياهود نعم انا نصف فيديك بس نعيب عليك وكل عام وتبخير انا متابعة لك من زمان من درنامز بالهانة والسفة ده شرف لينا ياهود انا سعيدة زد انت صديقت او والله ده احنا مبسوطين باتصالك وان شاء الله يا رمضان كريم وكل عام وانتم بخير واتمنى تكون الحاجات اللي عملناها هدية حاجات من الحاجات اللي هي عجبيتك ونالي تضيك ياهود دلوقتي هنعمل مع بعض فقرة من المسحرات بالروح نعمل صحور ونرجع ونواصل معاكم نشوف هنكمل ازاي ان شاء الله بالنسبة لصحورنا ممكن يكون حاجات من اللي موجودة عندنا من المكسرات والفاكهة اللي بنستعملها للحلويات دي انا عملت صلطة زي صلطة الفاكهة ولو حتى استعملت شوية من الفاكهة الجافة والفاكهة الطازة فراولة يعينب اي انواع من الفواكه اللي موجودة وحتى ممكن استعمل شوية من المكسرات دي ممكن عملها على اساس تبقى جزء من انواع من الكيك لو جبت الكيك وفتحته وقطعته هيبقى عندي الفكرة نفسها مفتوحة الكيكة وده بعملها على اساس تبقى السندوتشات او تبقى الحشو بتاعي فممكن لو حابب اعملها فاكهة جافة ممكن نملاها على الاخر وتبقى فاكهة جافة او لو حبيت ممكن في الحالة ديت استعمل يا اشتر يا استعمل نوع من الزبادي المهم مواد الالبان في الفطار بتبقى حاجة من المميزات فديت ممكن نعبيها هنا وبعدين بحط شوية هنا من الفاكهة او احط شوية من المكسرات يبقى حاجة سهلة سريعة بسيطة من الصحور السهل والسريعة ألم بكم عملنا مع بعض شربة الكابورية ودلوقتي هنعمل صنية سمك وبمناسبة المواقد اللي احنا شفناها دي كانت اللي هي المواقد العربية من كل المنطقة العربية وكانت حاجات زي ما قلنا استفدنا منها كتير ومبسوط انها عجبتكم ونالت لدكم صنية السمك اللي اعملها بالمناسبة في حاجة من الحاجات اللي احنا عملناها اللي هو التبسي كان صنية في الاخت زميلة البرنامج او صديقة البرنامج اما للساعة دي قالت ان تبسي معناها في العراء يعني صنية فأنا كنا عملنا ساعتها بتنجان مع فلفل وحطناها صنية اما اللي انا بعمله دلوقتي لصنية السمك حطيت شوية من الفلفل المشوي صلصة طماطم كمون وببهر ديت بماركة وفلفل وهستعمل شوية من الخضار الخضار اللي هستعمله هيكون عبارة عن شوية من القرى وجزر ممكن يكون متقطع قطع صغيرة حسب الحجم السمكة ووزنها وبحط معهم بطاطس دول بحطوهم هنا على الاساس هحط السمكة فوقهم اما الخلطة ديت هستعملها للسمكة ببقى عندي هنا حاجتين خلطة هحطها هنا مع السمكة وعندي خلطة تانية هحطها جنب السمكة عبارة عن طماطم قطع من الطماطم ومعهم بصل شوية من البصل المفهوم كمية كبيرة من الكسبرة وكمية كبيرة من البقدونس دول ببقوا جزء من الخليط اللي بستعمله وبقلبهم مع بعض بعملها على الاساس ديت هتتعامل كنوع من الصلصة في نفس الطبق أو في نفس الصينية اللي هستعملها معها شوية من التوم نحط فيها بهار كمون وكسبرة مفرومين ومعهم زيت زتون نحط دول كده هون وزيهم بالزبط عملتهم متقطعين قطع صغير نحط شوية هنا من الزتون هنا هون من زيت الزتون وعندي كلماري قطع كلماري وشوية من الجنباري متقطعين نحط كل دول هنا هوت مع بعض كل دوت هنحطهم هنا هوت مع خلطة السمك بعد نحط دوت نزود عليهم شوية هنا من الزيت وبعدين نحطها ونجيب السكينة ونحط السمكة نجهزها وناخد اتصال ألو ألو سلام عليكم ورحمة الله سلام ورحمة الله ازايك يختموا ساعة تلعام وانت بخير وانت بصحة والسلام تذكرانا جزاكم الله خير وإياكم الأشياء الجميلة الحمد لله الحمد لله أمين أمين الحمد لله الحمد لله إنها عجبتكم ونالت رضاكم والله ما شاء الله كل شي يزيل الحمد لله الله يرضى عليكم إن شاء الله مو غريب عليكم ما شاء الله الإبداع دائما ده شرف لنا والله يختم الله يرضى عليك إن شاء الله يمدك بالصحة والعافي إن شاء الله وجميع ما يشاركك في البرنامج آمين ومشاهدي الكرام آمين لو سمحت أنا عندي مشكلة في الفطائر لا خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تطلع جافة سوين يعني مات أنا أعجنها بالحليب الجاف أيوة وموية وزيت يعني شوي ملح وشوي ثكام بس إنها تطلع جافة مرة طيب بتحطيها في الألاية في الفرن ولا ولا في الفرن خلاص في الفرن عايزة ما أدير الفطائر معينة يعني محشر حلوة ولا ملحة لا لا ملحة ملحة حاضر وبعدين في حاجة اللي حط فيها التمر بعد نعم تطلع جافة بعد ما أديش السبب يعني كان خلاص من التمر ما نحط فيه مثلا زبدة لا التمر إحنا عملنا مرة حطينا في حليب حليب نفس التمر آآ آآ يعني التمر حطيت عليه شوية حليب وحطيت عليه شوية درسين وحبة البركة الله يبارك فيك إن شاء الله أنا بس أبيها يعني أساسي تحطيني المقادية لا تحت أمرك هنحط لحضراتك إحنا كنا عملنا مقادير بالباسترمة اللي هي كانت عبارة عن فطائر بالباسترمة هنديها لحضراتك لإننا جربناها وكانت طلعا زريفة وكانت طرية طيب عندي سؤال ثاني يا شديد تحت أمرك بس أسناه ما أنا أختي المساعد أسناه ما أنت كنت حضراتك بتاخد بنقول بسرعة أنا عملت إيه ناهم أنا اللي صالصة اللي حطيتها اللي هي الطماطم مع شوية الزيت والملح والفلفل حطتهم في السمكة وهو حط دي السمكة في الفرن وأخد كمين يتفضل يختموا سعادة الله يتفضل عليك أنا يعني أنا لاحظ أن عندكم واش اسمه نعم الفوزدو الفوزدو نعم بشكل جميل يعني نعم هل أستم حاطين لون لا طبعا وما هو اللون الطبيعي لا هو أنها الألوان المسموح فيها لا ما بنحطش لا ما نحطناش أي لون على الفوزدو لا ما حطناش حالي لون أمرت جميل يعني هذا نفس اللون هو نفس اللون كده فعلا نفس اللون نفس اللون بس لبتأمريني تحت أمر حضراتي بنت بصحة والسلامة تحت أمر حضراتي هنا بالنسبة للسمكة أثناء الاتصال مع الأخت المساعد السمكة اللي أنا حطيتها حطيتها الخضرة على الجناب يعني حطيتها نوة الخضرة على الجناب وبعدين هي السمكة بتتأشر نفسها والسلسة حطيتها جواها تتشرط فديت على أساس إن أنا لما أغرفها ممكن أعمل سلسة للسمكة وممكن أخليها زي ما هي من نفس المكونات اللي أنا حطيتها من تحت كان فيه تماطة بس يمتقطع قطع صغير كان فيه عندي كسبرة بنحط كسبرة ممكن نحط نعناع مع بصل أخدر ودي تبقى صلصة للسمك شوية هنا هوت من زيت الزيتون كمية كبيرة ملح وفلفل وشوية صغيرين من البهار وهنقول لأخت المساعدة على الوصفة اللي هي طلبتها من الفطار ريه ممكن ما تطلعش ناشفة معها وبحط على دوة عصير لمون على أساس إن هي دي تبقى الفكرة في اللي احنا عاملينه هناه نحط عصير الليمون بالطريقة دي تنتهائل هي دي أتحسب حجم الليمونة إذا كان فيها بيزر ولا لا وباخد الصلصة دي وأحطها فوق السمكة يبقى دي آخر حاجة بقدمها بنحطها هناه فوق السمكة وده بيكون طبق رئيسي أما الجانيبي بتاعها زي ما قلنا عشان الوقت نفسه ما فيش وقت كتير بيبقى الفكرة اللي موجود الحاجة اللي موجودة جنبي هناه يعني عندي الصلصة فيها بطاطس فيها كاليماري زي ما احنا شايفين كل حاجة موجودة يبقى كل العملية بس باخدها بحطها بحط معاها شوية بطاطس يمكن ناخد هنا شوية من دول بنحطهم في قلب الطبق ممكن أقطع قطعة من السمك بعد ما حطيت عليها الصلصة بتاعتها ده بيبقى الشكل بتاعها يعني حاجة سهلة سريعة بسيطة وممكن قطعتين بطاطس من ناحية التانية لأن في بطاطس تحتين نحطها بالطريقة دي يبقى دوت كده طبق السمك اللي هو اتعامل في صنية وإزا ما قلنا إن هو فكرته التبسي حسب الوقت اللي عندنا هنشوف نقدر نجاوب على أسئلة جلنا سؤال إن عندنا المعمول بيطلع طري يعني دلوقتي الأخت أمه ساعد بتشتكي إن الفطائر بتطلع عناشفة وبيقولوا المعمول بيطلع طري ففي الحالة إن المعمول بيطلع طري إن لما بنعمل المعمول ولو قينا طري وإحنا عايزين نشوف بنقلل كمية المية أو السائل إذا كنا بنستعمل زبدة يبقى نقلل المية ما نحطش مية تانية لو كنا بنستعمل سمنة يبقى تكفي ومنحطش عليها سائل ما نحطش عليها أي لبن حليب اللي هو الممكن يطر للحاجة هناخد اتصال ونبقى نشوف إيه هنعمله بعد كده ألو ألو سلام عليكم سلامة رحمة الله ألو هلنخطم إبراهيم اتفضلي الشعن كثير الحمد لله بخير الحمد لله وانت بصحة والسلامة بس نواتي صوت التلفزيون شوية أختم إبراهيم خبز بالطمر طيب خلاص نشوف مقادير الخبز بالطمر إن شاء الله هننزله لحضرتك ودلوقتي هنروح لفضلة الشيخ نشوف نصيحه الرمضانية إيه وبنرجع نكمل معكم ونشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله وهنعمل مع بعض الكحك الفلسطيني هتكون حلقات مميزة إن شاء الله نعملها مع بعض في العيد كان جدنا من نوحة على الفيسبوك بتسأل على الكحك الفلسطيني وقالت لنا اللي هو محشي بالعجوة وده برضو حاجة من الحاجات اللي كانت أخت المساعد ممكن نرد عليها ونقول لها على العجوة ليه ما بتنشفش العجوة ما جبناها هنا حطيت عليها شوية صغيرة ممكن نحط عليها قرفة ممكن نحط عليها شوية من الحبهان وممكن زيت لو حبيتي أو بتحط عليها حليب أنا بفضل ممكن تحط زيت تقعد مدة أطول الحليب لازم تطبخيه على طول علشان ما تخسرش أما بالنسبة للعجينة نفسها كعجينة بنحط هنا المكونات الجف عبارة عن دقيق بحط معاهم شوية من بتبقى حبة البركة استعملها ولينسون بس ده باستعمله حب لكن باستعمل شمر مطحون وممكن يكونوا فيه شوية كملية حبة البركة بحط السمسم وبيبقى معاهم كمان سكر باستعمل سكر حليب بودرة وبنحط مع كل دول السمسم باكون محمصوا شوية بحط الباكينج باودر وبحط ينسون يعني شمر وينسون وممكن لو حبيته بيبقى فيه أنا خميرة وفانيلي أنا وعايزين والباكينج باودر أهم حاجة في الخلطة لما باجي خلطها ينوت هستعمل نوعين من السائل السائلة يكون عبارة عن بيض فنستعمل البيض وكمان هيكون سمنة لو حبيته تستعملوا سمنة من الكمية كلها أو لو عايزين تستعملوا جزء سمنة وجزء زبدة أو جزء سمنة وجزء زبدة وجزء زيت زيت خضار أو لو زيت عايزين تستعملوا زيت زيتون يعني الدهن نفسه تستعملوا الفرصة وتغيروا فيها بالطريقة اللي انتوا عايزينها بعد كده بحط هنا شوية من المية نسيب العجينة دي تتعجن مع بعضها لغاية لما بنحصل على عجينة بتبقى سهلة يعني دي بتبقى شكل العجينة اللي احنا بنعوزها على أساس ديت اللي بنشكلها هنعملها كور وبعد كده هنحشيها بالعجوة العجوة زي ما قلنا عشان نحافظ عليها ونخليها طريقة ديت هنخدها هنا نحط قطعة العجوة فيها من جوة وبعدين بنقفلها نعمل الكور هنا ونجهزها نحط قطعة هنا هوت من العجوة وبعدين بقفلها بالطريقة ديت على أساس تبقى كلها متغطية نحط قطعة العجوة هنا وبعد كده بناخد دول ونفردهم وبخليها رؤياء من الجنبين وبتبقى عريضة من النص شوية دقيقة لو حبينا على أساس انه نما جي أقفلها بتتقفل بالطريقة ديت يعني بقفلها بتبقى ده الشكل بتاعها بقفلها بالطريقة ديت تبقى عندنا الفكرة مش بحتاج بقى قد هنا بحاجة هي ديت العجينة نفسها دي العجينة هتنشف لان ما فيهاش الحليب كان حليب بودرة ما كانش زبدة كان سمنة والسمنة ما فيهاش مية فديت بنحطها هنا بنحطهم جنب بعض هنا وحطهم في الفرن الفرن بيكون سخن مية وسبعين درجة بس بهم لغاية لما يستقوا وهناخد هنا هوة الطبق اللي احنا عاملينه ونوريكم شكلها عاملها شكلها عامل ازاي ديت بتكون هنا هوة طبق جاهز ونفس العجينة اللي احنا ابتدناها مع بعض هي الشكل والنتيجة بتاعتها بتكون بالطريقة ديت بتكون العجوة فيها من جوة نفتح واحدة دلوقتي ونرصهم وده هيكون الكعك الفلسطيني اتمنى تكون نوها بتتفرج عليها دلوقتي ممكن نفتح واحدة والعجوة زي ما احنا شايفين العجوة لسه طرية من جوة يعني لو الاختب المساعدة لسه بتتفرج بنشوف العجوة هنا بتبقى طرية من جوة وناخد اتصال ألو 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 مسائل خير مسائل خير أنا معسل من الإيران يا أهلا وسهلا يقتل معسل ربوان كريم فيك الله أكرم شلو صحتك الحمد لله بخير نعمة وعافية أهليك على البرنامج الحلو الجميل شكرا لحضرتك والله ده أنا المبسوط رائع رائع بصراحة يعني الحمد لله الحمد لله حد في الإيران كلها تتابعك أتخذك يعني شكرا لك شعبية يعني جمهور مثل ما يقولون الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا ديبها نعمة إن شاء الله ونكون عند حسن ظنكم تماما إن شاء الله شكرا لو سمحت هي شو يعني ذات اليوم اللي جلت على الزلابية نعم هو الزلابية جلت المغادية بس أنا ما وصلت يعني أكتبها طيب عايزة أتأكد الزلابية اللي حضرتك بتقوليها اللي هو المشبك زي المشبك مثلا في العراء بيقولوا على الزلابية المشبك زلابية والزلابية في بعض البلاد اللي هي اللجيمات أو لقمة القاضي أو اللي هي العوامات اللي هي المدورة أسف يا أختي ومعسن لكن علشان حضرك بتتكلمي من إيران والشكر هنحط إليك الزلابية وهنكتب عليها الزلابية اللي هي المشبك هنحطها ما بين قوسين ولمشبك ونحط الزلابية اللي هي ما بين قوسين بنقول عليها عوامات وإن شاء الله يبقى عندك الاتنين بكرة بإذن الله آآ فهدلوقتي أكتر من حاجة فهناخد اتصال قبل ما نروح ونشوف هنعمل معكم معمول لإن برضو كان عند تقريبا أحلام طاها في الفيسبوك بتقولي معمول بيس ضح طري طب إلي يخليه يابس هتشوفي إن شاء الله في الميدان بس ناخد اتصال ألو ألو سلام عليكم سلام ورحمة الله هنختم ورحمة رمضان كريم آآ أنا عايزة أشكرك على البرنامج اللي تقدمه بس ميومين ولا ثلاثة انت قدمت الكسرة الفزائرية وحبيت تعمل ملاحظة الكسرة الفزائرية هي تتعامل بالزيت ليس بالزبدة أوكي والدقيق فقط السومولينا ليس بالفلاور أوكي خلاص يبقى شوفتوا الكسرة اللي تعملت ديت كانت من طريقة من حد في الجزائر برضو دهنة كنا حطينا نص ديق سيمولينا والنص ديق عادي واستعملنا زبدة لكن الأخت المرحمة بتقول أن استعمل معها زيت خلاص أنا بشكر حضرتك للمداخلة وتعالوا نشوف المعمول اللي بتعمل على الطريقة اللي احنا عملناها وإن شاء الله ينرضاكم وكمل معكم نشوفكم بعد المعمول إن شاء الله الكحك والبسكوت والغريبة والمعمول من بلد لبلد بيختلف المعمول وحتى مكوناته وحشواته مش كده وبس والقالب اللي بيستخدم في الحشوة يعني إذا كان المعمول مستطيل مدور مبطط بيضاوي كل واحد بيبقى ليه اسم وشكل حسب البلد اللي هو معمول فيها على أساس إن في بلد بتعمله ما بتحشوهش بالطمر خالص أو ما بتحشوهش عجوة وفيه بيحشوه مكسرات وأنواع المكسرات اللي تستخدم بتكون برضو مختلفة في طريقة تركيبتها بالنسبة للطمر يعني دوت اسمه طمر لأنه مستوي مش بلح لكن مش هو ده الطمر اللي أنا استعمله عشان أعمل منه الحشوة بتاعت المعمول محتاج طمر يكون طري يعني دوت مش أخده وأفرمه لأنه لو اتفرم مهما فرمته هيفضل ناشف فإذا بستعمل إن هو فيه الطري اللي هو بيبقى فيه السكر ممكن لونه بيبقى فاتح أو لونه غامل في الحالتين بشيل النواة منه وممكن فيه أنواع بتتبعث مع عجوة اللي هو الطمر دوت متاخد ومطخون لو ملقيتش الطمر متاخد ومتاخد الطمر دوت وأشيل منه النواة بعد كده بحطه في قلب الخلاط يعني دوت شايفينه حتى لونه مش بيلمع وفي نفس الوقت طعمه أو مزاقه هو بس طمر باخده وأضيف عليه زيت وبحط عليه إما حبهان أو قرفة يبقى إذا ممكن استعمل حبهان أو قرفة معه مع شوية زيت والسبب إن أنا بستعمل زيت إن أنا عايز أطري الحشوة ليه بطري الحشوة؟ عشانا ما تدخل الفرن ويتبخر منها شوية من السائل يبقى في الحالة دي تتأكد إن هو فيها سائل جواها أو ممكن استعمل مكسرات زي الجوز اللي هو عين الجمل دول بحط معاهم النكا بيبقى شوية من المورد وبسكرها بحط يعني فيها كمان شوية من السكر نيجي هنا نحط شوية من السكر البودرة نحط هنا وزي ما قلت تتفاوت كل حد بيعملها بطريقة مختلفة لكن الأساسيات إن إحنا ممكن تلاقي في بلاد الشام في الخليج المعمول بيتعمل حتى في العجن بتاعه مختلف شوية بحط شوية هنا من المورد وعجنهم فديتها تبقى العجينة نفسها نفس الشيء زي ما قلنا على العجوة بحط فيها سائل هنا برضو بحط فيها سائل على أساس تتماسك بعد ما بحطها هنا هو وأتأكد إنها بتتماسك مع بعضها ممكن نحط شوية صغيرين من القطر دي بشكلها دوائر تبقى دوائر صغيرة ويقضيتها تبقى الحشوة يعني إذن بعملها وبعملها على أساس دي تبقى الحشوة يعني أصغرها أصغر شوية هنا هو وممكن بنفس الفكرة بنستعمل نفس الفكرة واستعمل فوزدق يعني أجيب فوزدق ويبقى هو دوت الحشو يبقى إذا نتكلمنا على الحشوات أما العجينة الإختلاف هنا في العجينة إن ممكن أعمل المعمول بدقيق أبيض عادي فدوت ممكن يكون جزء فيه في الخليج بتعمل بدقيق اللي هو السيمولينا فيه نوع تاني بنفس فكرة زي الكحك اللي بتعمل في مصر إنه بتعمل بالزبدة بتكون طرية أو بيكون الزبدة صيحة لو هنستعمل الزبدة الصيحة مع المعمول اللي بقى لازم أعملها قبلها بثلاث أربع ساعات ممكن أعملها قبلها بيوم لأن دقيق السيمولينا بيكون أكتر من دقيق العادي وفي الحالة ديت أنا محتاجة خليه يبتدي يتدخل مع بعضه ويبقى سهل إن أنا أشكله وخصوصا أنا هشكله في أولي بنتكلم عنها دلوقتي لكن وصفتنا ديت سهلة سريعة فيها دقيق عادي وديق السيمولينا وديق السيمولينا بيكون دقيق ناعم مش خشو نحط هنا هو السمنة أو الزبدة نحط معها السكر المكونات كلها تتحط مع بعضها وبعدين بضيف الحليب كده هو اتناجينهم مع بعض نحط شوية هنا من الحليب وبعجل العجينة كلها ممكن تحط بها مناكات زي شوية صغريب برضو من المظاهر أو الموالد حاجة بسيطة هنا هو في العجينة نفسها ولما كلها بتتعجل وتبقى كتلة واحدة زي ما قلت ديت بتبقى أسهل ان انا لو عملتها بالزبدة السخنة بحط دي السيمولينا والزبدة بتغلي وهروح منزلها على السيمولينا وبعدين بدخل فيها بقية المكونات التانية دي كده بتبقى العجينة وعلشان الزبدة بردة تبقى سهلة ان انا استعملها ودي سهل ان انا اشكلها دي بديت عجينة المعمول وكل مرة بنقول على العجينة عشان اتاكد ان العجينة نجحة انها ما تلزقش عندي في قلب يعني دي بتكون تملق المضرب وكل العجينة متناسكة مع بعضها بناخد هنا العجينة ونبتدي نشكلها احنا هتكلمنا على الحشوات نتكلم على الاوالب الاوالب معمولة من الخشب اللي هو الشجر المشمش والفكرة فيها ان انا لما بعمل العجينة والحشوات وهي الحشوات طب اعرف منين ايه الحشوة اللي هكون جوه فيها ايه طب بالتالي بقرر ان انا مثلا باجي هنا واقول ان الحشوة ديت هحط فيها طمر فبكون مقطع الطمر لو مشكله قطع مناسبة وبعدين بقفلها ينوت تأكد ان كلها اتقفلت وديت بتكون الفكرة عارف ان دوت هيكون شكل الطمر لو حبيت اقول ان انا هستعملها ويكون فيها جوز مثلا على سبيل المثال فباجي هنا وبفتحها بحط نفس الفكرة النسبة وتناسب حج الحشوة بيكون مناسب ناخدها هنا تبقى يبقى كل واحدة عندي ليها شكل وليها حشوة مختلفة ممكن نعمل واحدة محشية بالفزدو بجيب دي بتكون اكبر شوية نحطها هنا اوه وبجيب حتة الفزدو بشكلها بتبقى بس بالطول شوية على اساس ان الحشوة نفسها مختلفة وشكلها بيضاوي وبيبقى دوات الشكل بتاعها زي ما قلت بصرف النظر عن الاشكال بس ده الفكرة اللي احنا بنعمله بيكون المعمول اللي انا بعمله بيكون درجة حرط الفرن زي ما اتفقنا انهو بيكون مية وسبعين درجة بسويه وممكن ياخد حوالي 10 ل 12 دقيقة ممكن 15 دقيقة لو حجم القالب صغير لان فيه اوقات ممكن هستعمل اوالب حجمها كبير بالتالي مش هجيب انا المعمول اللي هو بالحجم الصغير ده احطه مع نفس الحجم القالب الكبير ودوت بيبقى مهم جدا ان انا اراعي ان المقاسات اللي انا حاطتها كلها في نفس الصاج تاخد نفس المدة في التسويه بعد ما بنسويها دوت بيكون فكرة المعمول بعد ما بيستوي والسكر البودرة بيبقى للتزيين لانهو فيه سكر فيها نحط نوت عليه سكر بودرة بس عارفين ان كل نوع فيهم يعني المدور دوت فيها مش لان كل واحدة افتحها وشوف هي فيها ايه لا انا ما بحبش التمر طب نبص فين اللوز لا انا اعرف ويبقى دوت حاجة من الحاجات حتى بعض الحلوانية بيبقوا عارفين او مقررين ان البيضاوي دوت اللي هو بالفزدق والمدور بالطريقة ديت اللي هو بالتمر وهكذا لك انتوا في البيت قرروا اللي انتوا عايزوه ويعملوها بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت هتكون طريقة المعمول قلنا عليه بدي السمولينا بدي هي العادي او بقليط ملل الاتنين وحشوات مختلفة تراعوا بس فيها ان كنتوا تضيفوا الناكهة اللي انتوا عايزينها اذا كانت ارفة مع حبهان للطمر او اذا كنتوا حاطين هتحبوا تحطوا شوية مظاهر على المكسرات كلها حاجات صريفة سهلة بسيطة تقربوها ان شاء الله شوفنا المعمول وبتعمل وفيه ناس بتسأل على فيسبوك طب لو ما عنديش الاوالب ديت عشان اشكلها بالشكل المختلف ده نعمل ايه شوفتوا المنقاش اللي احنا همستعمل الكعك برضو نفس الشي اختاروا اللي انتوا عايزينه بالطريقة اللي انتوا شايفينها المناسبة اما بنقرب من العيد زي ما ابتدينا مع بعض في رمضان بنعمل مع بعض معجنات وشرب دلوقتي هنعمل حلويات فتعالوا نعمل مع بعض الشربة مش هنعمل شربة لا اعمل الشوكولاتة هتكون مائعة او نعمة تشوفها ونكمل معكم ان شاء الله اهلا بكم ان اعمل مع بعض حلو ممكن يتاكل مش هنقول سخن اوي ولا بارد اوي لكن الاساس فيها تكون الشوكولاتة ولو حابين الوصفة تبقى متحكتين في حاجة واحدة نعتبرها انها وصفة كيكا وكمان وصفة شوكولاتة بالنسبة المكونات اللي هتستعمل الحاجات اللي هتستعملها هيبقى فيها زبدة احنا عادة بنحط الزبدة مع الكيكا بنحط الزبدة طرية وبنضرب فيها السكر لكن احنا عندنا شوكولاتة محتاجين نسيحها ولو عملنا جناش بنسيح الشوكولاتة في قلب الكريمة لكن دي ما فيهاش كريمة فاللي بيحصل اللي انا بحط ينوت الزبدة نفسها على اساس اسخنها وبعدين بسيح فيها الشوكولاتة يبقى هنا بنسخن الزبدة ونسيح فيها الشوكولاتة فيها شوية مية صغالين ده سائل كفاية ينوت بنسخنها وفي نفس الوقت هنعمل الكيكا زي ما بنعمل الكيكا عادي عندنا البيض هنخفقه ونحط عليه السكر بيتخفق لغاية لما بترتفع وتبقى هشة هوائية وبالمناسبة هي في الاخر وهتهبط تاني لان احنا نحط فيها سائل كتير لكن على اساس اوصل لمرحلة اللي بقى عندي مسام كتيرة يدخل فيها الشوكولاتة اللي احنا نسيح يبقى هنا بخفق البيض وبضيف عليه السكر زي ما بنعمل الكيكا الهشة والهوائية العادية فانا لو بعمل السقامش او الكيكة الاسفنجية بحط السكر مع الكيكا او مع السكر مع البيض واخفقه السكر عادة البيض يبقى لونه اصفر اللي هو البرتقاني انا عايزها تبقى اصفر باهت اللون الباهتان ده وديج من السكر اللي بيدخل وفي نفس الوقت اتأكد ان كله تدخل معها يبقى اثناء ما هي بتتدخل هنا الزبدة اللي عندي ابتدت تسيح مش بسيبها لمدة طويلة يعني انا كل اللي عايزه ان انا بسيحها علشان احط في قلبيها الشوكولاتة يعني ده بمجرد ما بتسيح هنا بحط عليها قطع الشوكولاتة عشان اسياحها في قلبيها تبقى هنا نحط ديت كده هات بعد ما بنحط دول كلهم بتأكد ان كل دول انخلطوا تبقى زي ما قلنا انها زي فكرة الجناش يعني كده هات بسيح تبقى نسيب ديت تسيح نهد عليها النار شوية هسيب الكيكة ديت او بياض البيض او يرتفع صفار البيض يبقى بهتان ويتشرب كل السكر وبعد كده هم ضيف عليهم الدين يبقى عندنا الحاكتين اللي احنا عملناهم الشوكولاتة انا حطيتها ينود هم يضيف عليها لان كانت الزبدة بتسيح وبعدين الشوكولاتة بتتدخل فيها يعني ديت كده زي ما قلنا فكرة اللي هي الجناش وبعدين قلنا ان ديت بسيبها يعني سيبتها حوالي خمس دقايق لغاية لما ارتفعت وبنقول اللون بيبقى بهتان او اللون بيبقى باهت وبتبقى اسفنجية اللي هي بتبقى الكيكة يعني انا كده كني بعمل كيكة عادية فالكيكة العادية الهوائية ديت بتحتاج ان انا اضيف لها في الحالة ديت الديق ويفضل ان انا انخل الديق معلقة واضيف الديق هنا بالتدريج وبعد كده هضيف عليها الشوكولاتة اللي هي السايحة هنا الديق لغاية لما كله يتدخل لو حابين للخطوة دي بقى انتوا عندكم كيكة ممكن تستعملوا هدية طريقة كيكة عادية كل ده هنهو وبعد كده بنضيف الشوكولاتة يبقى باخد الشوكولاتة هنا وبضيفها بتتضاف عليها هنا اهو ودي اللي بتخلي الكيكة مختلفة يعني الكيكة دلوقتي بقت مختلفة 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 من ناحية ايه؟ ان انا لو عايز اضيف شوكولاتة سايحة واعمل الكيكة ديت مش هحط كمية الشوكولاتة دي كلها لان لو حطيت كمية الشوكولاتة الكتيرة ديت في الكيكة والقالب كبير هتبقى من جوه ناية وطرية وبالتالي مش هتبقى مش هتبقى الكيكة اللي احنا يعني ممكن من الجناب تبقى مستوية من الجناب مستوية لكن من النص بتبقى طرية جدا عشان السائل الزبدة اللي احنا حطناها فبالتالي ده بتبقى شكل العجينة دوت بتبقى كل حاجة تدخلت فيها بتبقى نازلة زي الاسباجيت يعني خط متواصل كل حاجة ما بتطعش باخد ديت واحطها ممكن احطها في قلب كيس يعني لو عايزين تعملوا الكيكة دي قبلها بيوم ممكن تعملوها تخلوها في قلب كيس او تسلقوها مباشرة وتدخلوها الفور نيجي على الكيكة ونوعها ايه اللي احنا بنعمله دوت زي ما قلت مش قدر احطها في قلب لانها مش هترتفع علشان كمية السائل اللي فيها اسمها موية والفكرة الاسم نفسه اللي هو بيبقى معناها انها طرية او مبلولة بمعناه انها مش السفلي اللي احنا بنعمله بيبقى عالي ومرتفع ومش الفندون اللي هو بنسميها مولتن اللي هي لما بنقطعها بنحط فيها من جوة واللي ايه فيها شوكولاتة السائحة شوكولاتة السائحة بيبقى سابق من الدي اللي فيها دي قليل ديت فيها كمية دي كتير زي ما قلنا كيكة فهنيجي بعد ما نعملها هناو وقبل ما نحطها في قلب الاوالب بنجيب شوية زبدة صغارين او سامنة بدهن القلب هناو وبعدين بحط نحط في قلبي شوية سكر نقلب دا كده او نحط عشان ما تلزقش ممكن نغشها بالسبري اللي هو بيبقى فيها دي نحط هناو وبعد كده هوا بنحط شوية سكر في كل واحدة نحط سكر هناو والسكر بعمله وبحركه نجيل يبقى السكر بيلزق في كل حتة انا بليت فيها القلب يبقى انا حطيت الزبدة الاول ولو فيه زيادات بنتخلص منها يبقى دا وقت الفكرة هناو انا بحط شوية زبدة نحرك السكر يبقى دي اتخدت الفكرة من فكرة السفليه علشان يرتفع من الجناب وفي نفس الوقت خدت فكرة الملطن انا بعينها في كبيات ما بحطهاش في قلب الكيكة او قلب الكيكة نحط دا السكر دي اتين هو وبعد كده بنحط اما باخدها هي زي ما هي كده سخنة بقى حطها او بنحط العجينة نفسها بسيبها في التلاجة زي ما قلت لو انتوا حابين تعملوها وتخلوها لو عندكم ارايب او اه صحاب جايين وما تشغلوش بالكم انها كده بمجرد ما تحط في الفرن كل دوت هيسيح وممكن حتى اعبيها في كواب وهي لسه سخنة ديت مثلا متعبية في كواب بنفس الفكرة يعني هي لسه سخنة كده باعبيها في قلب الكبايات ففي الحالتين هتسيح لكن في النهاية علشان اتاكد ان هو ده الشكل بتاعها لما بطلحها من الفرن ده بيكون الشكل بتاع الكيكة او الطبق نفسه اللي احنا عاملينه انها بتبقى من فوق متحمرة بسبب الديه اللي محطوط عليها ومن جوا بتبقى لسه طرية اللي هي زي ما قلنا انها اسمها اللي هو اسم الكيكة اللي هو ميعا او طرية من جوا يبقى احنا دلوقتي عملنا مع بعض الحلويات زي ما قلنا قربنا من العيد فبنعمل اكتر من نوع حلويات وعملنا المعمول وشفته كمان الحلوة الفلسطينية او الكحك الفلسطيني وكانت الاخت ام سعد طلبت مننا معجنات الاسئلة اللي مقدرناش نجاوب عليها الناردة ان شاء الله هنجاوب عليها بكرة بإذن الله يعني بكرة هنعمل كوش الاسكندراني هنعمل عجنة الشو وكمان هنعمل دي الفطير البسترمة اللي انتو بتشوفوها ونرد على الاخت المعاصل والاخت المبراهيم عشان خبز التمر وابتدينا مع بعض وعملنا الكابوريا اللي هي الشربة اللي كان فيها كابوريا وكان فيه سؤال ازاي نعملها بالكريمة ممكن تستعمل كابوريا او ممكن تستعمل بحريات او جنبالي لو حبيته السمكة اللي احنا حطناها استعملنا الخلطة قطعت البصل والطماطم مع البقدونس والبطاطس قطع كبيرة وحطتها تحت السمكة وقطع صغيرة وحطتها من فوق جاي صلصة بحيث ان انا لما اجي اقدم الطبق يبقى عندي الاختيارين عندي شوية من النشويات شوية من الصلصة نفسها واحد ودوت بيساهل عليها وخصوصا لو ما بقاش فيه وقت كتير للطبيقى نوع البسكوت اللي اتعمل اللي هو او بيتسمى كحك بيبقى جوا الحشوة فيها شمر وفيها ممكن ينسون او شمر او ارفق او كلهم مع بعض مع العجوة مع شوية صغيرة من الحليب ديت مع العجينة اللي بره فيها سمسم وحبة البركة وبرده فيها شمر وممكن نستعمل شوية صغرين من الينسون فدوت الحاجات اللي عملناها وبعدين رحنا عملنا مع بعض المعمول شفنا المعمول سوا وعملنا فكرة المعمول قلنا ازاي نحافظ عليه ولو عايزين تحافظوا عليه بعد ما بنعمله يفضل ناشف بنخليه في مكان جاف يعني مقفول في مكان مقفول نخلي معذرة السكر بنخليه نحافظ عليه قبل ما نقدمه نحط بس عليه السكر عشان ما تشربوش ويترم وبعدين عملنا الشجراتة اللي هي النعمة او الميعة دي بتبقى زي القطيفة من فوق وما بين زي ما قلنا السفليه وما بين المولتن اللي هي بتسيح من جوا فده انواع الحاجات الحلويات اللي احنا قلنا عليها النهاردة وعملناها النهاردة ان شاء الله بكرة ممكن نعمل مع بعض اللي هو الكشر الاسكندراني ممكن هنعمل مع بعض اللي هي الباريس بريست عبارة عن عجنت الشو دي اللي ممكن نتعمل منها بلح الشام وهنعمل مع بعض غريبة لسا داخلين في موضوع حلويات العيد اكيد يبقى فيه غدار او انواع تانية هنقررها معكم وهنرد على اخت ام ابراهيم على خبز الطمر وكمان ام عسل للزلابي هنعمل عامات او هنقولها على عامات وعلى المشبك بإذن الله اتمنى لنا النهاردة ان نردائكم اتمنى تجربوه وقبل ما سيبكم اتمنى لكم صامة مقبولة افتران شاهد ونشوفكم على خيركم الف تحية والف سلام اشتركوا في القناة